السلام عليكم شاب سنة 3 سنوية إن شاء الله مع بعض مكملين حل امتحانات المعاصر 20-24 وصلنا الامتحان 13 أول سؤال بيقولك The ratio between total impedance and omic resistance in the RLC circuit in state of resonance هي في حالة Z add R يبقى الكلام ده equal to 1 Which of the front graph The ratio between force by which light beam act on reflecting surface when the beam is reflected from the surface and the power كان عندنا القانون اللي بيلم power والفرس في قانون واحد ان force equal power على C يعني هما الاثنين direct opposite figure represent rectangle obqr that carry electric current i which is being which is the falling physical quantities equal to zero magnetic force act on bq هي معينتك فرس بتجاب filming lift hand rule فهنمسك bq لأن current الفوق و flux in فهتلاقي الفرس شمال دي maximum معينتك فرس على rq طب rq current في كده برضو ايدك الشمال المنجد رفت هندرول هتلاقي الفرس كده فدي برضو ماكسموم دايب المومنت دا دايما ماكسموم magnetic torque الترك بيبقى ماكسموم اما يبقى كويل براليل ولا بربندكرا على flux اما يبقى ترك براليل للفلوكس طب انت هنا عندك الترك الواير بربندكرا على فلوكس يبقى ساعاتها ماجنيتك ترك بزيرو هتقول لي ازاي في ترك وفي فرس هقولك اصل الفرس عكس بعض وقد بعض فهو ما بيلفش هو هنا مساوي حسنا والي هو بتاع الفوتون مع الاي في بتاع الالكترون والكلام دا بيحصل في الكونتينيوز بس او اللي اسمها والكونتينيوز اكونيكتد دي اللي هي ويف لينس ون لكن تو وثري دول كانوا بتوع اللاين او الانيار او الكاركترستيك يبقى احنا نختار ويف لينس ون اسي سورس الفريكنسي بتاع 200 هيرتز الافكتف بوتنشال ديفرنس كانت 20 خبالك دي الافكتف ات هاس بين كونكتد ان سيريز وز اوميك رزيسسنس بسري وكاباستور عنده كاباستنس 1250 مايكرو فراد عايز فاليو بتاع الكارنت هاي دي كده RC سيركت عشان نحسب الكارنت احنا عايزين الفي على الزد طب الفي عند حضرتك جاهزة الزد ده تجاب ازاي R سكوير بلاس XC سكوير طب ال R موجود B3 نحسب ال XC ازاي 1 over 2 باي F اللي هي 100 over باي في السي السي اللي هي 1250 بس خب بالك دي مايكرو طبعا باي تروح مع باي ويطلع لك XC ب4 نحط هنا 3 bar 2 4 bar 2 تطلع Z5 20 over 5 تطلع لجابة 4 أمبير ودي طبعا الافكتف ها عايز يعرف ال R بكام احنا عايزين ال R ومعانا ال V وده خب بالك الباور بتاع الباتري كلها يعني بتاع السيركت كلها فانا عايز ال R يبقى استخدم القانون بتاع الباور الرفيه V و R ودي ال 150 ودي ال 15 bar 2 يطلع ال R total 1.5 ال R total 1.5 دي نجيبها ازاي ال 2 double parallel يعني 2 multiply R على 2 plus R Shift solve تطلع 6 one of the advantage of using moving coil in measuring electric current in Tennessee moving coil ده اللي هو كان في شابتر 2 مش ال hot wire بتاع شابتر 4 اكيد ال high accuracy دي مش مش من ضمن ال advantage بتاعته لانه كان كل ما ال current بيزيد ال accuracy اصلا بيزيد ماشي measuring high current intensity لا ده كان ال ammeter بيقرى AC و DC لا ما كانش بيقرى AC هو كان عنده sensitivity عالية وال sensitivity دي عشان قدرته على ان هو يقرى current قليل which of the following laser devices has internal resonant cavity طبعا ال resonant cavity كان عندنا نوعين external و internal ال external ده ما يبقى عندك المريتين وهما اللي عكسوا لكن ال internal لما يبقى عندك الناحيتين بتوع ال tube معملهم بولشنج عشان يأكت از ميرر external زي ال helium neon laser واي جاز laser تاني لكن internal ده هتلاقيه في ال ruby laser اللي هو نوعه solid يبقى ruby laser عنده internal two coils x and y adjacent where number of turns is y 200 turn و if the current change with rate 7 ampere per second دي كده i على t وقال لك coil x magnetic flux dynasty changed rate كده weber per second through coil y zen the mutual induction coefficient هي بكام احنا كده عايزين نساوي immersion induction وجنبه i على t وعايزين نساويه بقانون فرضي اللي هو n phi m على t الم m دي اللي احنا عايزينها وال current على t ده مدهنه ب7 وال flux على t كان 2.5 times 10 bar negative 4 ما تنساش ان ال n دي هي n primary or secondary n secondary وال secondary هو y لان هو اللي تولد فيه current لان x هو اللي حصل فيه change فحتى لو كان مديك النمبر of turns ده وده ما تطلق بطش هتطلع 0.07 which is the following choice fulfill the resonance state for the opposite electric circuit لازم تعود في القانون ده one على two by root lc معاك ال l و معاك ال c في كل واحدة وتشوف انهي frequency اللي هتطلع لك صح حسب انهي جدول هتجربهم كلهم ان شاء الله هتلاقي الاخيرة هي اللي هتطلع معاك هتلاقي ما تعود بال 7 over 22 هنا ادي 2 by 22 over 7 وهدي lc 7 over 22 و 7 برضه over 22 بس مايكرو 10.6 هتلاقي اطلع لك frequency 500 اوميتر resistance status 3k اوم ده كده الر اوميتر قالك has skill on which the angle between the pointer at zero position and the maximum deflection is 90 هو عمل لك الانجل تحت 90 when resistance r is connected يبقى rd هي rx between ommeter terminal ال pointer deflect from zero position by angle 60 20 in the figure so the value of r cam 20 هنا rx بزيرو هنا rx يعني هنا i كانت بزيرو وهنا i كانت اللي هي كانت lg هو deflect angle 60 وده 30 وده 30 وده 30 وده 30 طيب احنا عند تلت current كنا بنقول ان الرx قدام الرقم كنا بنشكل بالواحد على 3 و مينوس منها تبقى 2 يعني الرx نحط مكانها 3 وده 2 تطلع لجابة 6 كيلو اوم البرزنة عبزة فجر represent part of electric circuit so the equivalent resistance between points a and b هيبقى 0 ليه؟ الكرنة تداخل هنا هلاقي في سلك فاضي هلاقي سلك فاضي سمع عليكو هيخرج ومفيش resistance circuit which represents the correct method of connecting transistor in the circuit توصيله common emitter ويبقى closed switch طبعا انت هتتهور و هتروح تقولي احنا عايزين الاثنين negative ناحية common emitter هقولك بص على الساهم اللي جواه ده كويس هتلاقيه رايح للبز يعني ده bnb مش nbn يعني الحتة دي دلوقتي هي positive والbase هو negative و ده هو positive احنا اما كان nbn كنا منحط negative مع negative و negative مع negative عشان نبوش الالكترون اما يبقى ده b و ده n و ده b يبقى احنا هنحط positive هنا و positive هنا عشان positive تمشي الفوق تبقى الاجابة ايه يبقى لازم نفهم الاول هل هو ده bnb ولا nbn انزوز تفجر straight cover wire move uniform magnetic field with constant speed v in square pass من x y ل z del b x تاني وتشوف the following graph present induced the electromotive force between terminals of wire اول حاجة بدأ بها x y فهما يتحرك من x y ده تجاه ال velocity و ده تجاه ال flux هما بربندكرار على بعض يعني اثناء ما هو بيمشي من x y هيبقى فيه current induced لكن هو ماشى من Y لZ هو ماشى بدرر ال flux و مفيش current من Z del b برضو بربندكرار على flux ففي current عكس انتجاه current الاولاني هنا هو بدرر المفيش current فتلاقي في مفيش فيه في الانتجاه العكسي مفيش يعني الاجابة c سبكترام الويفلنس بتاعتها 7300 انجستروم وقعت على سلفص في مثل photoelectron is emitted by kinetic energy half electron volt عايز الwork function by electron volt lenergy بتاعترفوتن equal work function plus kinetic energy هو عايز الwork function والkynetic energy به half هنشيل القانون ده هنشيل قصدي دي ونكتب القانون اللي فيه الويفلنس بس ما تنساش تعملوا تفاديد E عشان تتحولوا بدل جول إلكترون فولت 6.625 Time Timber Negative 34 3 Time Timber 8 الويفلنس 7300 بس تحولتها Time Timber Negative 10 وما تنساش E Time Timber Negative 19 هتطلع لك 1.2 In the opposite experiment When the switches closed the two wires إيه اللي حصل لهم هو current هتطلع من بوستف هيمشي في السلك ومفروض يرجع من هنا فهو هيجي هيتقسم على الاتنين دول في نفس الاتجاه دونورد والاتنين يرجعوا هنا فهيبقى بينهم الفلاكس ما ينصف بينهم فلاكس قليل فهيعملوا attraction في attract each other In the opposite figure two conductors are connected to a circuit الفرست معمول من بلاتينام والسكند معمول من الكبر والاتنين عندهم same lens و same area resistivity بتاعت الكبر أقل من البلاتينام عايز عند constant temperature انهي V أقل وانهي V أكبر احنا عارفين ان V equal IR وهما الاتنين نفس current عشان series مع بعض وال V وال R direct وال R equal resistivity lens على area والarea وال lens هو قال انه هو ثابتة يبقى اللي عنده resistivity أكبر عنده R أكبر عنده volt أكبر طب هو قال لي الكبر أقل والبلاتينام أكبر البلاتينام ده واحد البلاتينام عنده resistivity أكبر و resistance أكبر يبقى عنده volt أكبر يبقى volt 1 أكبر من volt 2 The visible light is reflected from mirror surface because its wave or nقط بمقارنة بالintermicron distance بين البلاتيكيلز هي البلاتيكيلز المسافة اللي بينها الintermicron space أو سعب يسموها dimension لو الويف لنس أكبر هيحصل reflection لو الويف لنس قدها بالضبط هيحصل diffraction هتغير اتجاهها لو الويف لنس أقل لا هتختارق عادي فهو بيقولك هي بتتعكس عشان الويف لنس والفكتينج زواير براعرورتو زابلين و زابتج اند ابورد عايز الـ بتاع الـ بتاع الـ عايز الـ بتجاهها فين هو قال لي الكورنط انتو وقال ان الفورس ابورد استخدم ايدك الشمال الكورنط اللي هم الترز صوابعين والفورس ابورد فهتلاقي الترز صوابع بتوعك داخلين جوا lagi وصباعك التخين عمل فورس الفوق فهتلاقي الصباع الطويل بتاع الفلوكس ناحية الشمال يبقى نختار to lift metal core of the electric transformer designed such that it has هو كده كده لازم يبقى عنده large magnetic permability لازم بتاعته عالية لانه هو function بتاعته اصلا انه يسرع عملية نقل المجنيتك فلوكس هيبقى عنده resistance قليلة ولا resistance عالية هوا مصنوع الايرن والايرن عنده resistance عالية مش مصنوع الكبر 2 capacitor A and B لكا بس نساعتهم 1 مايكرو فراد و 5 مايكرو فراد متوصلين together in series بAC source والبوتنشال ديفرنس عند بلايت A كام؟ يعني انت عندك بلايت A اللي هو 1 مايكرو فراد وبلايت B اللي هو 5 مايكرو فراد وهما الاتنين يتوصلين بAC عنده كأنها 1 volt V يعني واحنا عارفين ان هما series فهم عندهم نفس Q فالC والV انفرز يعني ده 5 ده 1 هتلاقي هنا دي هي اللي 5 ودي هي اللي 1 volt الفولت هيبقى العكس طيب يعني دي 5 ودي 1 بس احنا نسبة من ال 1 يعني اكين دي 5 على 6 ودي 1 على 6 عشان الصميشن بتاعهم بكم؟ بستة هو عايز اكروس ال A يبقى الإجابة 5 over 6 اتش كاس اتش كاس اتش كاس اتش كاس اتش كاس اتش كاس كايز اتش كاس اتش كاس يبقى عايز الاتنين دول ايج كاس ده 1 ومسافة بتاع طو لكن ده 2 والمسافة بتاعته 2 يبقى اول واحد تمام لكن هنا دول same direction يبقى اصلا neutral في النص دول opposite ده 1 ومسافة بتاعته 1 ده 1 ومسافة بتاعته 2 مش هينفع احنا هنا كانت i على d equal i على d كانوا 1 1 over 1 1 2 over 2 فده اللي كان صح هنا 3 ومسافة بتاعته 1 و 1 ومسافة بتاعته 4 فطبعا مش صح cutting steel sheet of sickness that may reach 3 cm one of uses of lasers and this is depend on laser property هو المفروض ان هو بيقطع عشان هو intense و focused يعني عنده high intensity ان الفوتونز بتاعته كلها بتمشي مع بعض كانهم فوتون واحد وبرلل لبعض ورايبين من بعض لكن مش عشان الوايف لنس وهو اصلا محصرهش scattering و coherency دي ملهاش يعني دي كبيرة قوي على ان انا اقطع بها لازر يعني فيها كل الصفوات اصلا بتاعت اللازر ideal electric step down transformer عنده two coils five hundred وتن step down يعني n primary اكبر ولا n secondary n b اكبر يبقى كده ال 500 دي n b وال 10 دي n secondary قالك transformer primary coil بتاعه متوصل بي سي يبقى 120 دي هي v primary secondary coil عنده resistance عايز current passing في ال resistance دي بكام احنا عندنا n primary على n secondary equal v primary على v secondary n primary قلنا 500 و n secondary قلنا 10 v primary كانوا 120 تطلع v secondary بtwo point four وهو مدينا ال r عند ال secondary اللي هي كانت ب 15 يبقى نقدر نجيب ال i v على r هتطلع لك 0.16 binary numbers that is equivalent to decimal 12 هنعمل 12 over 2 هيتطلع لك 6 وما فيش باقي 6 over 2 هيتطلع لك 3 وما فيش باقي 3 over 2 1 في باقي 1 over 2 ماينفعش وفي باقي يبقى الرقم 1100 وال 1 و 1 دول عال شمال يعني هتطلع لك اخر اجابة electric charge 8 column دي الكيو طبعا معدد resistance r خلال time 2 second where work don't transfer this charge between terminals 64 ده work او الانرجي عايز value بتاعة r بكام هو كون الورك او الانرجي اللي فيه time و r و q اللي هو i square r t و هنشيل ال id و نكتب q على t بس بين cos فكده 64 equal q على 2 كل ده بين cos او واحد يقولي انا اخد احسن من دول احسن من دول الكرانت وخلاص فيطلع لك 8 over 2 4 ويعود هنا مرة واحدة 4 ويرايح دماغه هي 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 وال r احنا عايزينها والtime 2 هتطلع لك الاجابة 2 ohm اوز تفجر بريزن ده جرام في energy level in the atoms of neon helium laser which is showing transitions occurring the moment of collision between excited helium atom with unexcited neon atom هو الcollision بيبقى ساعتها الهيليم excited وبينزل والنيون لسه تحته خد الانرجي وتلع فوق يبقى احنا بنتكلم كده في transitions 2 مع 3 inductor has self inductance 0.02 during change of the current through certain interval of time induced emf كانت 12 generated across rate of change of the current through inductor هيبقى كام ال emf كانت equal negative l delta i على delta t هم اديك emf 12 0.02 وهو عايز i t فانت اضعها كأنها x في الظبط يعني كأنها 0.02 في x which is the following logic gate is equivalent to the electric circuit احنا هنقول مثلا ان انا هقفل دي ودي مفتوحة فده مش هنور فاحنا هنعمل الاب 1 والبيب 0 ومفروض الجوا تطلع 0 ده نوت يعني الان بقى 0 واند يطلع لها دي صح ده وانده 0 ده 00 يطلع 0 دي بردو صح وانو زيرو وانده اطلع 0 نوت طلع وان دي باي باي وانو زيرو ارت طلع وان نوت طلع زيرو دي شغالة نيجي نفكر فكرة ثاني هسيب ده مفتوح واقف الدفع دي هتنور طيب بس هجرب مين بقى هجرب الثلاثة دول يبقى 0 وانو مفتوح دي هتطلع وان ودي 0 وان هتطلع وان ودي 0 وان اور هتطلع وان نوت هتطلع زيرو يبقى دي كمان باي باي نفكر في ايه تاني ان الاتنين مفتوحين فيمش هتنور دي 00 هتطلع 0 00 هتطلع وان يبقى دي باي باي يبقى هي اول اجابة انزلت ستريت واير اكس واي بلس تانجنت تانجنت يعني الار قدت دي تزا سيركولر كوري ريدز بتاعها ار و الالكتر كارنط اي في ال داي ريكشن از شون زي او زي جر كلوك واي ده بتاع كويل مجنيتك فلوكس دينست في السنتر بتاع الرينج كان اي كوال زيرو عايز كارنط داي ريكشن فين اي اي لازم يبقى عكس بعض فالكارنط داي ريكشن هيبقى من و ال اكس من و ال اكس طيب هو الرينج او ما او رينج الرينج يعني الان بزيرو ادي برميبوليتي ن اي على 2 r كويل و برميبوليتي اي على 2 by d wire التو تروح مع 2 و d تروح مع r و برميبوليتي تروح مع برميبوليتي وال n ب 1 يبقى مباقي لحضرتك ان i coil equal i wire على pi هو عايز i mean عايز i wire يبقى pi الناحية in the following moment and within quarter periodic time of the circuit لو جيت تقرى كده الجوزئية دي هتلاقي بيقولك ايه يقولك وان the capaster is completely discharged زي الحالة اللي عندك the potential difference ما بين البلدس بتاعته ما تبدأ يحصل لها ايه تفانيش والcurrent اللي معدي جوه السيركيت هيبقى في الحالة دي ماكسموم هورغالك عالجراف ايه ما هيحصل بعد كده electric energy اللي متخزنه في الكاباستور هتتحول لماجنتيك انرجي stored في الاندكتور الربع اللي بعده current intensity started to decrease بلا 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 لحد ما هيفانيش كيو كانت زيرو والاي كانت ماكسموم وهتبدأ تفانيش يبقى هنختار decrease till فانيش الفيديو بتاع الوسيليتين سيركيت اقبوا وشوفوه تاني ويقروا الورق اللي مكتوب في الكتاب او اكتب ورق الفيديو وان شاء الله دين يتبقى تماما induction coil connected between terminals of dc الVoltage بتاعتها 60 نخد بالكmayın الcurrent قل شوية اصلوا انت موصل ب οι دي سي هو ما عندوش excel لكن منوصلت بايسي عندو رل عندو excel فعشان كده Environment هية الربع اللي يطلع لك 30 دي الار لان ساعتها ما كانش فيه XL لكن دلوقت ان ما اعمل الفي على الاي انت كده بتحسب المعلم مين الزد اللي هتطلع بكم هتطلع بففتي فانت لو جيت قلت الزد دي XL سكوير بلاس ار سكوير فادي الففتي وادي الاغسل اللي عايزينها وادي السيرتي هتطلع لك ان الاغسل بكام بفورتي انت معاك كده الاغسل ومعاك الار هو عايز الاندكتنس طب ما احنا عارفين ان الاغسل اقوال 2 باي افل XL بفورتي ودي 2 والفريكونسي قل لك بفورتي وهو عايز الال هتقول لي ايه ده راحت فين البي هقول لك انا مش هكتبها يعني البي دي انا مش هكتبها عشان اجابات طلع بيها وخب بالك يعني المفروض الفورتي تروح مع الفورتي والتو باي بدأ مهام انت بلاي يروحوا دفايد ونخلص فاهم يعني من غير حتى كالكوليتور ريكتانجل كوين number of turns ان الاريا بتاعته 12 بس هتعمل تاعتم با نيجة 4 الريزيستس 12 محتوط بربندكرا الى ماجنيتك فيلد البي بتاعته بربع تسلا during rotation بانجل 180 فيتشارج كذا كولوم باز دسرويت عايز number of turns احنا هنا هنسوي QR على T بNBA على T بس لازم الاول تاخد بالك نوة 180 بدأ من بربندكرا فهتقول لي هنا فيه 2 والتايم باي باي مع التايم الـ Q ب12 and half time temper negative 3 الـ R هو مدهالك ب12 اوعى تنسى 2 لان عايزينها الـ B كانت بكورتر والاريا 12 وي حولها time temper negative 4 هيتلعلك 250 تدن RLC circuit consume direct power بكام احنا متفقين ان باور I square R وهتقول لي I square في Z هتقول لي ايه ده هي ريزولنس هقولك لا معلم R بس هي اللي بت consume power لكن XL و XC مش بي consume باور طيب يبقى انا لازم احسب I هتحسب I ازاي V على Z طيب الزد ازاي R square plus XL minus XC square هيتلعلك current 20 امبير اما تعود هنا 20 باور 2 في الار هتطلعلك اللي جابه 2400 electron accelerated from rest potential difference كذا كيلو فولت الكيلو ده اللي هتعم تمبير 3 في الاكتروميكروسكوب maximum speed اللي وصل لها الزقانود والwave lens associated مع الموشن بتاع الالكترون وانت reach maximum speed ومديك ال H والم والA عايز الفلوستي وعايز الwave lens طيب بالنسبة للفلوستي احنا عارفين ان E في potential difference equal half M V square E اللي هي 1.6 10 bar negative 19 والvoltage 2.1 بس احنا قلنا كيلو equal half M 9.1 10 bar negative 31 ونحط dx square شايفت solve الاجابة تطلع 2.7 بنسبة الwave lens احنا عارفين N في magic triangle عند حضرتك كده اللي هو في ال H والM والV والwave lens فانت عايز الwave lens يبقى H على MV في ناس حافظة بدل MV ال Inner momentum هي هي ال H 6.6 25 time 10 power negative 34 و mass 9.1 time 10 power negative 31 و V اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 2.7 time 10 power 7 وتطلع لك الاجابة C اوز تفجر شو سلينويد التيرنز بتاعته 60 وماشي فيه electric current coil is breached completely في external magnetic field من دولك بكذا تسلا ده ال B ال external اوز direction بيرت اكثر سلينويد وفي center بسا السلينويد عايز resultant magnetic flux وانت هنا عندك current فق فما هتلاقي flux بتاع السلينويد الشمال يبقى دلوقت الفلوكس التوتال بتاعنا ان احنا هنعمل الفلوكس اللي هو 2 n i على l هنعمله minus b يعني 4 في bi 10 power negative 7 في n 60 في i اللي هي موجودة على الرسمة 3.5 على lense 11 صنط لازر وين 11 هما ينسق من 5.2 time 10 bar negative 3 هتطلع لك الإجابة 2.8 time 10 bar negative 3 opposite graph present relation between generated mf AC dynamo and time during half cycle if the number of turns 70 and area 0.1 عايز يعرف density بتاع magnetic flux ممكن تحساب كنون mf instantaneous أو ممكن تجي تقول ده دي عند angle 45 عشان عند نص maximum يبقى هتقول لي ان ده هو effective فتقدر تجيب mf maximum منه لان effective mf maximum على root 2 100 root 2 واد mf maximum على root 2 هيتطلع لك mf maximum بكام 200 اللي هو كان قانونه nba 2 by f طيب add 200 ال n معانا بال 70 اللي احنا عايزينها area 0.1 2 واد 2 واد ال buy هل t ده هو product time لا انت عندك product time 20 عشان ده نص product time بس هو هتنسى تضربه 10 power negative 3 فمعنا كده ان frequency 1 على 20 10 power negative 3 هتطلع لك 50 عوض هنا 50 shift solve هتطلع 0.09 انزوز electric circuit reading بتاع voltmeter كان 4.5 ودول two batteries opposite in direction عايز internal resistance R2 كام الفولتمتر ده ال 4.5 ده اللي عبطرات صغيرة فكانت قريته VB plus IR طيب ال V اللي هي قريته 4.5 VB كان ب4 I مش معايا والR مش معايا طيب هل هارف احسب current A VB كبيرة مناز VB الصغيرة على الارات اللي عندك اللي هي 9 جام 3 و 6 و 2 و معرفهاش يعني كده 9 و 2 11 plus R2 من الاولانية هقول ان IR 2 الاربعة تروح الناحية التانية هتبقى half يعني I equal half على R2 شيل ID و اكتب half على R2 shift solve هتطلع لك R2 1 time required by AC current اذا produced by dana وتreach half of its maximum من 0 ST دعالك نرسم ها بالراحة هو whistle 20 ادي maximum 90 و من 0 كما قال هو بيقول لك انا وصلت نص maximum نص maximum ده بتوصل عند angle 30 و هتقول 45 45 دي بتوصل عند ها effective عند time t طيب 30 وصلت عند t هو عايز product time product time عند 26 t اعمل cross multiplication هتطلع لك الاجابة 12 t photon of ultraviolet rail wavelength بتاعته كذا انجستروم method from hydrogen atom عايز الorder بتاع الليفل اللي هو جاي منه ultraviolet يعني هو راجع للأول فهو بيسألك هو راجع من n كام للأولان يعني هنعمل en minus e1 equal hc على wavelength بس على e عشان ده كان بالجول والقوانين اللي هنكتبها بتاعة e بالالكترو فولت يعني ده negative 13.6 على n bar 2 minus negative 13.6 على 1 bar 2 ودي 6.625 time 10 bar negative 34 3 time 10 bar 8 الويفلنس 974 0.26 ابقى 10 ستحول هتبقى 10 power negative 10 وال e 1.6 september negative 19 هيتطلع لك الإجابة ب 4 approximately battery m في theta 6 ما عندهش antenna resistance متوصلة ب ammeter in series ال omic resistance و diode we're connected in a certain way بالbattery والameter so the reading of ammeter 0.13 وهم ال direction تحت ضعكس 0.1 عايز 0.13 omic resistance و resistance في حالة ال forward cam وبما ان فيه current في الحالتين يبقى certain way اللي هو بيحكي فيها دي ما كانتش series لانا لو series كانت واحدة current وواحدة ما فيهش current هتبقى لها الحالة reverse فمعنى كده من البطارية 6 volt اما توصلت بال ammeter كان resistance والضايد مرة كده forward قدل بي مع البوستف ومرة كان reverse لما جبنا هنا ال N طيب وتفتكر اني current اكبر هو هنا resistance اصغر ولا اكبر في الحالة دي في الحالة دي الضايد في حالة forward يعني عنده resistance ما عندهش عنده يبقى فيه فوق resistance وفيه تحت resistance الضايد لكن هنا resistance بزيرو وهنا ال R فالresistance total هنا اكبر من resistance total هنا فلازم ال current في الحالة دي يبقى صغر اللي هو 0.1 لكن هنا current 0.3 طب دلوقتي اما اعمل V على 0.1 هيديني resistance بس اللي هي 60 يبقى خلاص انا كده معي resistance اللي فوق ب60 اوم هنا اما اعمل V على الر هتطلع لجابة 20 20 دي هي عبارة عن مين هي عبارة عن 60 multiply R diode و60 plus R diode هتطلع R diode بكم؟ ب30 يبقى الاجابة 30 و60 هو عايز ال resistance الاول يبقى 60 الاول بعد كده 30 اللي هي الاجابة C انزا اوزت electric circuit الميتر reading equal 0 الفاليو بتاعت ال VB هتوقع بكام الميتر بزيرو يعني current اللي في السيركت دي كلها بزيرو طيب يعني معنى كده current اللي في الاربعة هو اللي في الاتنين هو اللي في البطارية عايز تأكس اتجاهه لو مش عاجبك أكسه يا عم ومشي مع البطارية مش فارق اي حاج ده كده current واحد تعالى نشتمل هنا كي في ال يبقى هناخد ال 12 فولت بوستف والستة فيها اي يعني يبقى 6 اي يبقى الاي اللي ماشي هنا ب 2 امبير الاي اللي ماشي في اي حتة هنا هيبقى 2 امبير تعالى نشتمل كي في ال هنا ال VB اللي احنا ما عرفهاش الاي دي هنا بزيرو فمش هناخد التلاتة دي لكن هناخد ال 2 وال 4 تطلع الاجابة ال VB 8 سنسف جالفرومتر الريزيستنس بتاعته 40 دي ال R جالفرومتر وزي stand current maximum to 10 ميلي امبير امبير يبقى دي ال I G و دي ميلي خبالك اتوصل ب 10 باللل يبقى دي الشانت رزيستنس عشان يكون جهاز واتوصل سيرس بدي عشان يبقى فولتوميتر يبقى دي ال RM ام ركز معاى كده بقى هو ادي الجالفرومتر اللي عنده RG ب40 ودي الشانت الاول اللي تركبت اللي هي 10 اوم كونولي جهاز اللي هو الاميتر الجهاز اتوصل بمالتبلاير رزيستنس عشان يبقى فولتوميتر يقيس بوتنشال ديفرنس بين النقطتين دول يبقى المالتبلاير رزيستنس هي RM ب792 عايز لو جينا نعود في المرتبلاير رزيستنس هو V مالس IG على IG المشكلة ان احنا كتبنا هنا IG بس احنا كنا نقصد بها الكارنت اللي هو ماشي في الجالفرومتر بس طب اما الاربعين يماشي فيها 10 يبقى العشرة يمشي فيها كم 40 ميلي يعني الكارنت التوتل هنا اللي هيمشي في الشانت هيبقى كم هيبقى خمسين ميلي امبير بالنسبة لنا بالنسبة لنا ده الآي جي جوه جوه الفلتوميتر لان الفلتوميتر كان ده تعريف الآي جي فيه اللي هو الكارنت اللي يمشي في المرتبلاير واللي بيمشي في الجالفرومتر يعني احنا هنا الآي لازم نعملها 50 ميلي امبير وهنا برضو 50 ميلي امبير وهدي الفيل اللي احنا عايزينها سوري دي ماينوس والار ام سيفن ناين تو نقصك الار جي انا بالنسبة لي برضو ده هو الجي ها يعني الار جي دلوقتي هي 10 في فورتي 10 بلاس فورتي يعني يبقى بتمانية شفت سولفة تطلع لك الاجابة بفورتي السؤال مش سهل انت هنا لازم تبقى فاهم ان احنا القانون ده جبناه ان ده كده كله كان جالفرومتر فالار جي اللي في الجهاز هي ار جي بتاع ده كله والاي جي اللي في القانون هي الاي اللي ماشى في المرتبلاير واللي ماشى في الجالفرومتر زبط كده تاني الرسمة وزبط حالك ولو في حاجة ارجع للفيديو اوزت فيجر شو ماجند ذات الساسبندد فروم سبرينج طبعا هو بيقرب هيعمل باك وهو بيرجع هعمل فورورد فالجالفرومتر هيود يجي من وشمال يجي من وشمال دي اللي هي بالانجرش سوينج فهنقوله البوينتر بتاع الجالفرومتر وحاجة الانجرش سوينجا على ايضاً جلفرومتر حيث يجي من الانجرش سوينجا لأنه في جهاز الانجرش في أحد قانونة ومن وقت هذا الطابق ستطيع الانجرش سوينجا على الانجرش ومجهز الانجرش ماي يحدث بجهازة الملعب المبارسطة في الكاثورد ريه عندما تمنع الجهاز يبقى من نيجاتف 2 لزيرو هو الگرد كان كل ما بنزود الانجرش في فولتج بتاعته كان بيعمل ريبالشن اكتر لان هو нийجتيف والاليليكترون جاي عليه فكان عدد الليجتيف بيقل والبرايتنس تقل طب هل دلوقتي نيجتيف تو بقت زيرو النيجتيف تزادت والللت النيجتيف تي قلتv هي لو نيجتيف 2 وبقت نيجتيف فور كده نيجتيف تزادت لكن هنا النيجتيف Shaw بتاعته قلت فالريبالشن ايه اللي هيحصله هيقل فعدد الالكترونز اللي هيعدي هيزيد والبرايتنس تزيد اقوله the brightness of screen increase by decreasing the negative volt of the grid لازم اقوله negative volt اه احنا عاملين نقوله the weight negativity و the little negativity rate او concentration او number of the electrons that pass through the grid اللي هيحصله هيزيد وبالتالي البرائتنس هتزيد لو فيه حاجة مش فاضحة سبولي كومنت او بعتوه على واتساب وان شاء الله استنوا بقية الامتحانات هتنزل كلها خلال الثلاثة اربع اسابيع الجايين وهنحنى مع بعض كمان امتحانات الikp اللي هي البنك الاسئلة بتاع الوزارة ساعة عليكم